السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على احسن سيدين في مصر. هواة السيد البري والبحري. معكم الكابتن مومين براكودا. هواة سيد بري وبحري. النهاردة ان شاء الله الحلقة التانية بتاعتنا عن حل مشكلة الصوت العالي في بنادي الرش الهوائي وضغط الهواء. وازاي تتخلص من الصوت نهائي بابسط الطرق واحسنها من غير ما تأثر على البندية بتاعتك. الحلقة الاولى اتكلمنا عن عن مواصفات الكاتم او المخفض بتاع الصوت. وازاي بيستخدم يعني. وانواعه. والفرق بين كل مقاس ومقاس او نوع ونوع. النهاردة هنتكلم عن ازاي تركيب على البندية الرشي بتاعتك بابسط حاجة. وقال لتكلفة متغير ما تأثر على بندية. احنا زي ما اتفقنا ان في مقاسات. المقاسات مش في السمك. المقاسات في الطول. وزي ما وضحنا في الحلقة الاولى. ان القصير والطويل ده بيتوقف على كوة البندية بتاعتك. بمعنى لو بندويتك متوسطة الكوة. حطت لها كتم معقول. ما تحط لاش كتم كبير. لو عايز تحطي كبير مش هي. يعني مش هي. هيكتم معك اكتر. من قصير. بس انت لو عايز مثلا توفر الطول. وتحط حاجة مثلا كومباكت قصيرة. عشان ما تتوتش معك البندوية. ممكن تحطه واحد عاجي. بأسر شوية. كله بيكتم. فيه طبعا طريقتين بيركبو. فيه الالوز. وفيه اللي هو كابس. ده الكابس. بيخش كابس المصورة مثلا. ويبقى في هنا مصمار رفيع اربع ميلي الالوز. الان كيه غاطس. مصمار اربع ميلي الالوز. الان كيه. بيبقى غاطس. بيتركب وتره هجي ايه. قافل عليه. او ربطه. يره هجي داخل. يثبت في المصورة. اهو مصمار ادي مصمار مثلا انا اهو. ده بيتحقق المصمار الاوز. خط المصورة بتاعتك. تشحطها شحط. وتره هجي ربطه. بقى فيه بقى مصمار وفيه مصمرين وفيه ثلاثة على حسب الشغل بتاعك. وممكن انت لو مش عايز يعني مش عايز تشيل الصورة مع انت نشين الامامي بتاعك. هوريك صورة اه قطع ممكن تعتبرها عندي ايه خارات مش هتكلف يا 50 جنيه. هفتلكوا الصورات اخر الفيديو الكتع التي بتاخد المآس عند اما المآس بيتحقongeتها между بيعمل لك اخددنagi بالزبط مش هتكلفك حاجة. او انت عايز تسيب النشين الامامي من غير ما تلاعب في اي حاجة خالص. ن試ع بيعملك القطع دي ياخد لك المآسات بيعمل لك القطع دي ويدخلها لك كابس برضك. والدخل الكاتم الالاوس بقى. ده بشاقل على الكاتم الالاوس. مبدئيا الكاتم او المخفض ده بيركب ازاي على الاسبرينج? هو اسهل في التركيب على البنادي الرشي الاسبرينج اللي هي كسر. مش عتلة ولا عتلة جانبية ولا عتلة سفلية. بيبقى ايه? تركيبها اسهل. ليه اسهل? لان انت بتشيل المصورة بس وتسيب الدبشك وتسيب البندوية ازاي ما ايه وربطة ما بتحليهاش. يعني انت مثلا لو ان شاء الله عايز تركب الكاتم بتاعك الجديد منغير ما تحلي بندويتك. بتحلي الدبشك بس المصمرين اللي في الجناب ده وده. والمصمر اللي هو الاساسي ده. هو ده. ده بالنسبة اي بندوية سبرينج. واللي هو دراية التعمير اللي ماسك المصورة بالكانون. الدراية التعمير ده بيبقى في هنا مصمر. اهو. اهو. اهو المصمر ده. انت طبعا خلعت دبشك بتبقى المصورة. ودراية التعمير مسك في الكنون. بتحلي المصمر ده. المصمر ده بيركب كبس برضك. بيتشوف الخارج بيشوف انهو ناحية. ويدق عليها يطلعوا. تيلة. عبارة عن تيلة. ويخد لك الجزء ده كله. طبعا انت بتبقى نشيل لنشن الخلف. بتشيل الجزء ده كله. ويحطولك يمع المخرطة. يمع المنجلة. ويقلوص لك السن ده. هو مش هيعمل اي حاجة. هو يقلوص حتة قد كده سبعة ميلي او تمانية ميلي في المصورة. او نص ميلي او خمسة ميلي كمان. برحتك. او ميلي او سنتي. بيخلحها كده. اي حاجة ولا اي مشكلة. ومش هتاخد منه. لو انت قلتول اللي بقول لها لي ده. مش هتاخد منه عشر دقيقة. ربع سعب كتير. هو يخذ المقاس السن ده. ويعمله لك هنا. التول ده. حوالي تمانية ميلي. التول. هو ما بيقصرش ولا بيقص. هو بيقص. ولا بيخش على المسورة. المسورة كده كده قرد جاية دخينة. دي المسورة. اي. بس. هو ما بيعملش اي حاجة ولا بيقص. ولا بينام ولا حاجة. هو بمجرد ما بيعمل السنة بس. بتاع الكتم. او ما جايش جنب المسورة انهائي. ما جايش جنبها انهائي. بس كده. بيخدها لك على المخرطة او على المنجلة. ويقل وزارك. وخلصنا. بعد ما بتربط. بيجي لك بقى قدام هنا. قل له 42 او عايزة اعمال لي تقوم الحرم اربعة ملية بعد ما يربط. طبعا انت بعد ما بتربط الكتم. هو معلمه لك. هيعلم لك المصمر في النص ويدهلك بالمسقاب مثلا خرم 4 ملي ممكن تدخل مصمار اي مصمار وتشير رأسه بقى بقى معك نشان امامي ده نفس النشان الامامي بتاع الجامل هانتر 1250 بس بيبقى قوي بيتخافش منه وبقى معك وشغل كويس ده بالنسبة للبنادق اللي هي الاسبرينج الكسر بالنسبة للبنادق العتلة هتبقى صعبة شوية هيتنفع برضك بس هتبقى صعبة شوية لسبب لان المصورة بتنفصلش عن الكنون بتاع البندوية ويبقى فيها ثابت فالاحسن والاسهل والاريح اللي هي البنادق الكسر لكن العتلة السفلية والجانبية زي ما قلت لكم هتبقى فيها صعبة شوية عشان المصورة بتبقى ثابتة في البندوية وبعد ما بتخلص ويالواز لك بييركبها لك وبتجرب هتحس الفرق شاسع بس كده الموضوع بسيط وفعال وكويس وهتستفاد بيان وكده اشوفكم فيديوتين ان شاء الله ولو في اي مشكلة جماعة في التعليقات انا تحت امنوك في اي وقت ولو في اي ترجمة نانسي قنقر